عندي سؤال يا شيخنا ان انا ستة ومطلقة وعندي 34 سنة وعندي ولدي تمام كنت قاعدة في بيت ابويا انا وامي واولادي بيت ابويا اوتين انا اوضى انا اولادي وابويا وامي لهم اوضوا تمام جات امي لي اختين اصغر مني متزوجين تمام في صغيرة معلش زوجها انسان بسلا مش محترم غفر الله لنا ولا بيبص برضو بصات مش خلوة ليا يعني كائنه مش يعني ايه مش حلو تمام مش بيرا يا رب طيب فجيت انا قلت الاهلي امي ماتت جيت قلت الاهلي اه ابويا وكده ان الانسان ده امي ماتت ماينفعش يخش البيت محدش موجود فجي ابويا قال لي خلاص هو يدخل البيت وانا موجود هو مش موجود ميخش حتى رم عمره طيب المهم مشينا على كده كم شهر بعد وامي ماتت جينا بعد كده اخواتي عايزين يطلعوني من الشقة تمام جموا عاملوا مشكلة ووصلوا كلام لابويا غلط وصلوا ان كلام غلط اماما واحد ما بيني وما بين ابويا انا رحت افجرت شقة عادت فيها لان ابويا واخواتي قالوا ان هو يخش البيت وقالوا ان احنا مش مصدقين اختنا طيب ايه السؤال فانا دلوقتي قاعدة في شقة مؤجرة وقاعدة فيها تمام وعندي ولدين والكلام ده ابويا مقعد الراجل ده في بيته تمام بيأكله وبيشربه وبيصرف عليه ميش انا بيقولولي ان انت شايلة وزر ان انت بتخدميش ابوك تمام قلترهم يا جماعة الانسان ده يطلع في البيت صلع عن نبي صلع عن نبي احنا ننسى الانسان قالولك ان انت شايلة وزر بتخدميش ابوك ايه تاني قالولك ايه تاني قالولي لا انت شايلة وزر وانت المفروض تروح تخدميش ابوك طيب خلاص حاجة تاني غير كده لا معوى ايه بس معوى السؤال خلاص انا فهمت السؤال فهمت السؤال الستين ايه ناس الستين ايه ناس اللي قابلنا كلامها وانا عارف ان بعض المشاهدين هيزعل ان انا ليه ما بسمع لهاش كامل لان مهمتنا نسمع سؤالك مش مهمتنا نسمع تجريحك في حد تاني ليه لان احنا لو سمعنا التجريح في حد تاني اشتركنا مع المتصل في الاثن وفي الذنب علشان كده بنقول السادة المتصلين دايما قل لي سؤالك لا تقول لي فلان ولا علان خلاص اختنا ايه ناس انت مصدقة وفي نفس الوقت متهمة يعني ايه يعني انت ما عندكش دليل على ان الزوج ده زوج اختك ده نظر اليك نظرة ليس فيها احترام او فيها شهوة ربما تكون انت سيئة الظن وما اكثر سيئة الظن في عصرنا وفي عهدنا ومن بين اظهرنا خلاص كده طيب مش بتهمك والله انما انا بقول لك الكلام اللي كله هيقوله في من ينظروا الى القضية باكملها ممكن انت تكون صادقة وممكن ما تكونش صادقة الصحيح ايه الصحيح ان هذا الرجل لا يدخل الا بحضور زوجته او بحضور محرم من اهل زوجته فخلاص انا مزوجته موجودة انتهت القضية طبعا عايز احذر كل راجل بقى يبص لاخت مراته خلي بالك لاخت مراته بشهوة او باعجاب في احد المذاهب الشرعية المعتبرة حرم عليه كلاهما يعني انت لو بصت لها بشهوة وباعجاب اخت مراتك مراتك واختها تحرموا عليك يبقى اتخرب بيتك بنظرة يا حبيبي لانك رجل خنت العهد وخطة في العرض خلاص كده طيب حضرتك رحت اعادت في بيت تاني وقجرتي واخواتك اقترفوا ذنبا باخراجك وبعدم السؤال عليك عليك وزر ان انت ما بتخدميش ابوكي لا ليه لان انا هحمل كلامك على الصدق وضرق المفسدة مقدم على جلب المصلحة وبعدين خدمة ابوكي مش متوقف عليك لان امراتي الاخ الكريم ده اللي انت اتهمتيه اعدى معاه المفروض والراجل بيصرف عليهم يبقى هو اولى في خدمتهم وهم اولى باكل ايش وهم اولى بكل شيء لانه هم اللي خدوا الغرم يبقى عليهم الغرم زي ما بيصرف عليهم وبياخدوا منه المعاش وبياخدوا منه الفلوس هم يغدموا ويمردوا لكن انت ما عليكيش حاجة شرعا عليكي ترفع السماع ايوا يا بابا انت عامل ايه اخبارك قالك ما تتصليش ترجع تتصل بعد اسبوعين بعد ثلاثة اكتر من كده ما عليكيش وز ولا عليكي قطعة رحم ولا عليكي اي محظور شرعي ولكن خلي بالك لو الكلام ده اللي بتقوليه عن الراجل ده خلي بالك كلام ظلم فده اعظم زنب ارتكبتي في دونيته اعظم من الزنة واعظم من ترك الصلاة واعظم من كل شيء عدى الكفر لان ربنا في القرآن كده استعظم اعظم زنب في القرآن بعد الكفر اللي يرمي بذنب بريئة وربنا قال كده فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا